اهلا وسهلا بحضراتكم بعد موسم متذرزب بدأ نادي ليفربول الإنجليزي المحترف في صفوفه النجم المصري محمد صلاح باتخاذ الخطوات اللازمة لتعديل الأوضاع وعادت الفريق للمنافسة مرة تانية على الدور الإنجليزي الممتاز الموسم المقبل بشكل رسمي بدأ ليفربول بأول خطوات التغيير وأعلن تعيين مدير رياضي جديد ألماني الجنسية بتربطه علاقة جيدة بالمدير الفن الحالي يورجين كلوب وأعلن نادي ليفربول الإنجليزي أنه قرر تعيين يورجي شميتكا مدير رياضي جديد لفريق ليفربول بعد فترة بتزيد عن أربع سنوات أضاها مع نادي فولفسبورج في الدول الألماني واللي تركه في بداية عام 2023 العام الجاني يورجي شميتكا هو حارس مرمى محترف سابق تمتع في السابق بمهام ناجحة في مناصب ممثلة في كولونيا وهانوفر وألمانيا ومثل أنديع عديدة زي باير لوفينكوزين وكمان بروسيا دورتموند ومونشينج الباخ وقبلها طبعا كان مسل العديد من الأندية الكبرى في العالم كله قبل ما يعتزل في عام 1998 بعد ما لعب أكتر من 300 مبارا في الدور الألماني كان المدير الرياضي الجديد لليفربول قدر أن هو يمثل عدد كبير من الأندية حول العالم وكان معظمها داخل ألمانيا هيبدأ الألماني صاحب 59 سنة مهام منصبه الجديد في 1 يونيو وهتولى منصب المدير الرياضي لليفربول من جوليان وارد طبعا المدير الرياضي القديم واللي هيغادر النادي مايك جوردن رئيس مجموعة في نوي الرياضية رحب بيورج في نادي ليفربول وقال أنه على علم بأنه هيضيف ثروة من المعرفة والخبرة إلى الفريق وأنه هيشتغل مع يورجين كلوب من أجل دعمه وتطوير الفريق وقال كمان أنه في نفس الوقت اللي بنرحب فيه بيورج لازم نودع جوليان وارد اللي خدمنا باجتهاد وثبات وطاقة في عدد من الأدوار كان آخرها المدير الرياضي لنادي ليفربول كمان اختتم كلامه قال بنتمنى لجوليان وعائلته الشابة كل توفيق في المستقبل وبنشكره على كل اللي قدمه لنادي ليفربول خلال السنوات الحداشهر الماضية فهل هيخرج ليفربول من الأزمة الحالية ويرجع للمنافسة مرة أخرى ومنصات التتويق طبعا بنتمنى دوت وبنتمنى في النهاية كل التوفيق للعبنا ونجمي ليفربول محمد صلاح مشكر حضراتكم على حسن المتابعة واللقاء